أهلا بكم سنة ربعة ابتدائي في اختبار سلاح التلميذ التراكمي الشهر صفحة 76 مادة العلوم الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة أول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية يبقى نضع صح أو خطأ رقم واحد تعتبر هجرة الطيور للبحث عن غذائها الطيور لما تهاجر عشان تبحث عن الغذاء بتاعها شكلا من أشكال التكيف التركيبي نركز في كلمة التركيبي يبقى أقول العبارة خطأ لأن ده يعتبر من ضمن التكيف السلوكي بالنسبة للطيور أسأل رقم اتنين تبدأ عملية هضم الطعام في الفم أقول له هذه العبارة صحيحة فعلا أول عم أول أو بداية هضم الطعام في الفم السؤال رقم ثلاثة الأعصاب الخاصة بالعينين من الأعصاب التي تتصل بالمخ مباشرة أقول له العبارة إيه؟ صحيح يا حبيب رقم أربعة استوحى العلماء فكرة عكاز المكفوفين من دراسة طريق التواصل النمل نركز كلمة إيه؟ النمل أقول له العبارة خطأ ليه؟ لأن العلماء استوحى فكرة المكفوفين من دراسة طريق التواصل الخفاش وليس النمل السؤال رقم بيه؟ يستطيع الدولفن تحديد موقع الكائنات الحية والأشياء تحت سطح الماء؟ وضح الخاصية التي تساعد الدولفن على ذلك أقول له الخاصية دي خاصية تحديد الموقع بيه؟ بالصدى زي بالضبط الخفاش لكن الخفاش ده في الهواء والدولفن في الماء السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد العضو المسؤول عن حاسة التزوق إحنا بنتزوق بإيه؟ بالأذن، اللسان، العين، الجلد أقول له اللسان رقم اثنين السعالب التي تعيش في بيئة قطبية باردة بيغطي أجسامها ريش كسير وبر كسيف جلد سميك فراء كسيف أقول له إيه؟ فراء كسيفة لأن طبعا المناطق القطبية دي بتكون إيه؟ باردة بتكون إيه؟ باردة جدا فهو بيحتاج إنه هو حاجة تدفية فبالتالي بيكون عندها فراء إيه؟ فراء كسيفة السؤال الرقم ثلاثة تغطي أجسام بعض الزواحف الحراشيفة الملونة لتساعدها على نقط زي مثلا حرباء النمر دي بيغطيها حراشيف إيه؟ ملونة دي بتساعدها على إيه؟ على التخفي التقاط الأشياء الحركة بتوازن التدفية المفروض الإجابة هي التخفي يبال حراشيف الملونة دي إيه في عيدتها؟ أقول له إيه؟ إنه هو ممكن يتخفي من خلالها رقم أربعة تعتمد البومة على حاسة نقط في استياط فرائسها اللمس البصر الشم التزوج البومة طبعا بتعتمد على حاسة البصر ننتقل إيه السؤال الرقم بي أوراق النباتات التي تطفو فوق سطح الماء عريضة ليه عريضة؟ أذكر سبب ذلك ليه الأوراق التي تطفو فوق سطح الماء بتكون عريضة؟ الإجابة إيه؟ اللي تمتص أكبر قدر من ضوء الشمس لما تكون الوراق عريضة طبعا بتوبى سطحها معرض ليه؟ لضوء الشمس أكتر عشان كده بتمتص أكبر قدر من ضوء الشمس ليه؟ للقيام بعملية البناء إيه؟ الضوء ننتقل للسؤال رقم ثلاثة أكمل العبارات الأتي رقم واحد تحصل الأسماك على الأكسجين المزاب في ألماء عن طريق إيه؟ الخياشين الإنسان بيتنفس عن طريق الرئتين أما الأسماك تتنفس عن طريق الخياشين السؤال رقم اثنين يقوم نقط بترجمة وتفسير المعلومات الحسية مين اللي بيترجم وبيفسر المعلومات الحسية وبيعطي الأوامر؟ أقول له المخص رقم ثلاثة يعتبر قفز اليربوع في مسارات متعرجة أثناء هروبه من السعبين من التكيفات إحنا بنلاحظ أن اليربوع بيقفز في مسارات متعرجة بهذا الشكل ليه؟ ده يعتبر من التكيفات إيه؟ السلوكية رقم أربعة تتميز أشجار السنور بشكلها نقط الورقة نفسها لتنزلق السلوك من عليها بسهولة أقول له إيه؟ مشكلها المسلسة لتنزلق السلوك من عليها السؤال الأخير ماذا يحدث للحجاب الحاجز؟ أثناء عملية الشهيط إيه اللي يحصل للحجاب الحاجز؟ بينقبض الحجاب الحاجز ويتحرط لأسفل عشان الهواء يعمل إيه؟ يدخل بكده يا حبيب قلبي ننتهي من حل اختبار السلاح التلميز التراكمي الشهري صفحة 76 بدعوكم العمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء